أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من حلقات القناة للخبر جدا سعيد بلقائكم إخواني إخواتي تبديل كسوة الكعبة هي من أهم مظاهر التبجير والتشريف للبيت الله الحرم دعونا نرى تاريخ تبديل كسوة الكعبة وقصة أغلى توب في العالم أهلا بكم قبل أن ندخل الموضوع نطلب منكم إعجاب وهي جديد في القناة إلا تعرف علينا يشارك معنا في القناة وتابعنا في الحساب في انستغرام والفيس الأسبوع التي ترى في العالم الإسلامي هو التقوص الجميل التي تدار في الكعبة كل عام تبدل كسوة الكعبة يحيدون القديمة ويبدلونها بجديدة معروف أن الكعبة المشرفة بنها النبي إبراهيم عليه السلام والكسوة كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ممثلا ملك حمير في اليمن كانوا يتهلون في الكعبة ويخطيوها وكانوا ملك حميري أول من أجلها باب وساروت وبعد النبي صلاة المتصاب قال الملوك والفنانين على ما كانوا يعمل أحسن عمل وما كانوا يدير أجم الخط وأجم التطريس ومن بعد ذهب والفضة إلى الطريقة التي نرى اليوم التي كلها بها وجمال عندما ترى الكعبة المشرفة هناك الكتابة الأيات الكريمات التي ترى أي حاجة بيضة هذه هي الفضة الخالصة وأي حاجة صفرة هذه هي الذهب الخالص ولكن دعنا نعود إلى العهد النبوي ونرى ما هي القصة النبي صلى الله عليه وسلم من أحياء سنة كسوة الكعبة وأول مرة ترى في حاجة الوضع لأنه أضع أفخر الأقمشة اليمنية وكسبها الكعبة المشرفة تبعوا الخلفاء الراشدين كانوا نفس القادية وضعوا الكسوة اليمنية وهذا الأمر استمر حتى العهد معاوية ابن أبي سفيان معاوية درجة الحوايج جداد معاوية أول من عطر كسوة الكعبة كان يشدها ويعطرها وكان يعطرها بالضبط في شهر رجل ومن بعد أن يبدلها جوج المرات في العام يبدلها في يوم عشرة ويبدلها في عيد الفطر القصة التوب كان في البداية تصنع من أفخر الأقمشة اليمنية ومن بعد أن يتحول الوجهة إلى دمشق والأتواب من دمشق والأتواب الفاخرة والحرير وكانت تأتي من منطقة دمشق اسمتها كسوة ومن ثم جاءت كسوة الكعبة كسوة الكعبة كانت منطقة دمشق اسمتها كسوة وكانت هي التي تعملها مع الكعبة كانت تصاوب لها التيابها وتمات كسوة الكعبة الملوك والخلفاء كانوا كلهم يتنافسوا على كونه هو الذي يصاوب أجمال واحدة مثلا في العصر العباسي هارون الرشيد كان يكسي الكعبة جوجيا المرات في العام جوجد المأمون كسها ثلاثة المرات في العام وكانوا يتنافسوا على هذا الشرف لم يكنوا يريدون أن يبقى لهم لأن شرف كسوة الكعبة تاريخيا انتقلوا كثيرا كثيرا كانوا في المدينة ومن ثم انتقلوا لمصر اليوم هو في السعودية لكن من قبل لم يكن في السعودية من هنا انتقلت صناعة الكسوة من دمشق انتقلت لمصر وبالضبط مدينة تنيس في السعودية المصرية هناك كل الناس يرون تغيير في الصناعة ولاة الأقمشة الفاخرة كتسفت الكعبة واستمر هذه القادية إلى محمد علي وحتى الحكام المصر سواء في الزمن المملوكي أو في الزمن العثماني كانوا حارسين على هذا الشرف لا يهرب منهم مثلا الملك الناصر ابن قلبون كان يضرب مع العالم الإسلامي كامل مع جميع الملوك الذين يحاولون يصابوا كسوة الكعبة ويصفتوه الكعبة المشرفة وهو كان يمنعهم لدرجة أنه في سنة 1351 منع ملك اليمن ومنع ملك فارس ومنع حتى العلاق بغداد لم يجعل الكسوة لأنه لا يريد الشرف في 1818 تطورت صناعة الكسوة في مصر ودرت لها دار خاصة صناعة الكسوة في القاهرة فهذا محمد علي بدأت كتبان بعد المشاكل خصوصاً في مصر في محمد علي الكسوة التي كانت تخرج من المصر وكانت تمشي الكعبة حبسات ست سنين لماذا حبسات ست سنين؟ لأن الوهابيين من شبه الجزيرة كانوا يشاهدون بأن هذه التقوص التي كان يجيبها المحمل الشريف يشاهدون أنه حرام التقوص لإحتفال في هذه الموسيقى في هذه الأجواء الذكر في هذه الأنشيد الدينية لم يجروا وكانوا يجروا سكتين ويرجعوا سكتين واحدة المسألة مهمة جداً المغرب حتى كان من الدول الذين كانوا يتنافسوا على إرسال الكسوة وإرسال المحمل الشريف في المكة المكرمة لكن القاهرة كانت مصممة لأنه لا ينفسها تشي دولة في هذا الشرف وهذا مفهوم وهو شرف كبير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 6 سنين المحمد علي التي حبسات من بعد أن فات مصر كانت سيفض المحمل الشريف حتى الوقت جمال عبد الناصر كان السنة الرسمية التي توقفت فيها في مصر لم يكن تسيفض المحمل الشريف هو سنة 1961 كان المحمل خرج من القاهرة وغادي للكعبة المشرفة وقبل أن يصل لها في ذلك الوقت الملك سعود قال لعبد الناصر ليس لدي المحمل ولا بوجهك لماذا؟ لأن عبد الناصر لم يحاول أن يحافظ على الشرف الكبير لم يحاول أن يحافظ على ذلك التقليد التي استمرت عليه مصر لسنين سواء في عصر المملك ولفتحت الحكم العثماني بقات القاهرة دائما كتصيفة المحمل الشريف لكن جمال عبد الناصر لم يحافظ على هذا التقليد العظيم وهذا الشرف الكبير الذي كان عند مصر تصنط نفسه بسوء والضرب مع الملك سعود واختلف معه وطبيعة الحال الملك سعود استغلط الفرصة وقال لي لم يحاول ومن ذلك تكلفت المملكة العربية السعودية بكسوة الكعبة وهو دار خاصة في السعودية اسمتها دار كسوة الكعبة وهي الآن تصاوب الكسوة ويعمل تقريبا ما بين مئة وستين فني حتى المئتين فني هم التي تكلفت بالتطريز والخياطة والتجميل والخط الكسوة التي ترى قدامك كما قلت هذا السفر هو دهب يدخل فيه مئة وعشرين كيلو خيوط وأسلاك الدهب 24 كارب بالنسبة للفضة دخل في السنعة هذه مئة كيلو من الفضة الخالصة فيها أسلاك وخيوط أما التوب الأسود هذا الحرير الفاخر الذي يتسبب بهذه الطريقة وتوب كله مع الحرير مع الدهب مع الفضة ومواد أخرى يجعل وزنه ثقيل وثمان أكثر من 50 مليون الخدمة الكسوة الكعبة تشد شهور تشد سنة كلها بمعنى أن ينزلوا الكسوة القديمة ويبدأوا تعملوا على الكسوة الجديدة شهور الخدمة شهور التطريز شهور الخط شهور التلوين هذا اللون الذي ترى الكحلة الواجهة هذا فاخر مصبوع باللون الأسود والداخل لون الخضر وواجهة جميلة وواجهة خضرة من الداخل لا نرى شيء الكسوة الكعبة التي قدامك أربعة الواجهات طويلة 14 متر والدرة كاملة على الكعبة المكعب 47 متر تحت الحزام مكتوب يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين المكتوب والدوية والخدمة والآلات الكثير من الفنيين يخدمون 160 و200 عاملين يدخلون الشهور وقد تدخل في القيمة الكسوة الكعبة لأن لا يعمل لا يعمل لا يعمل مجموعة الخدمة كل وظيفة لها الكسوة الجميلة وهذا ما يجعل الكسوة الكعبة أغلى توب في العالم من قبل كانوا يشدوا التوب وضعوا فوق الأخر فوق الأخر فوق الأخر حتى انتبهوا بأن الكعبة ستتهدم بسبب الأتواب الثقيلة حتى جاءوا بعض وخدوا هذه السنة الجديدة لأنهم يحيضوا القديم ويبدلوها بالجديد ولكن سترى كسوة الكعبة كاملة وأقدم واحدة كاملة لأن في مناطق مختلفة هناك أجزاء مثلا في مصر هناك أجزاء لكن لو أريد أن ترى كسوة الكعبة كاملة ستكون في جامع أولو في مدينة بورصة التركية وهي نفس الكسوة التي نغيرها السلطان السليم الأول في 1517 وحتى هذا المكان الذي سترى في الجامع في تركيا هذا هو المكان الذي سلطان السليم يجعل أن تضع الكسوة في مرامة التغييرات سترى الجمال والبهاء الآن هناك سؤال ماذا تذهب الكسوة القديمة؟ في سعودية مثلا كل عام تبدل الكسوة سوف يدخل هذه الحجة ويضعها ويضعها في القطن ثم في الفجر الذي يأتي بعد سعودية الحجة تبدل ويأتي كسوة جديدة الكسوة القديمة لديها إدارة خاصة في شؤون الحرامين هي التي تشدها وتقطعها وتكلف بها الحكومة السعودية وتعطيها على رؤساء الدول في العالم والسفارات من المملكة العربية السعودية هذه كانت قصة كسوة البيت الحرام قصة أغلى توب في العالم قصة واحدة من أهم الشعائر دي المسلمين وقصة طريقة تعظيم بيت الله الحرام كنشكركم على المتابعة كم معكم عبداللطيف إلى الحلقة القادمة من حلقات قناة للخبر